ثم غضب الله أحبائي تظهر لنا عدالة الله وعدالة الله هو تعبير عن الله الديان وإلا كيف نفسر إنه مين الشر اللي عم بيعمل في هذه الأيام مثلا هتلر أو مثلا اليوم داعش بالقتل والعنف اللي بيقوموا فيه إذا ما كانش فيه عدالة على الأرض فطبعا كيف ممكن انفسر هذه الآيات إذا ما كانش فيه عدالة في السماء من أجل هذا أحبائي الكتاب المقدس بيعلم بكل وضوح في أجزاء كثيرة في العهد القديم في سفر المزامير في أصفار الأنبياء بالعهد الجديد بالأصفار الكتاب من رسائل الرسل كلها بتتكلم عن عدالة الله